بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نبدأ بكها في محاضراتنا التفاصيلية فأول محاضرة فيها هنتكلم فيها على احنا عارفين ان البيبمنت بيتكون من مختلفة وخصائص هذه المواد بتؤثر بالتأكيد في خواص البيبمنت بتاعنا فلما نكون فهم جايد هيساعدنا جدا 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 في ان احنا نعرف خواص البيبمنت اللي هنشتغل عليه اول حاجة لازم نفتكرها سواء من السويل ميكانيكس هي الفيز دياجرام هو بيتكلم عن العلاقة بين الفوليومز والويتس بتاعة كومبوننت السويل المختلفة اللي هي السوليدس ووتر وإير عندنا فوليوم إير فوليوم ووتر وفوليوم وفوليوم السوليدس ليها ويت الووتر ليها ويت طبعا الويت بتاعه بزيون كاملات اللي يخص اللي في تانية مدني وانا حاطت هنا لينك لفيديو من الفيديوهات الممتازة للي مش فاكل ممكن يرجع لها ويفتكرها منه من القرصات الظريفة جدا انا حاطت هنا بيزيكس محتاجين نفتكرها مع بعض محتاجين كنا اللي بعرفين يعني ايه ووتر كنتنت هي دي نقطة مهمة ما ينفعش يقع معك عينة صويل وتقول لي ما عرفش يعني ايه ووتر كنتنت ما ينفعش لو اسألك تجيب ووتر كنتنت العينة صويل ازاي تقول ما عرفش هناخد العينة لو عندين اي عينة مية هناخدها هنوزنها وهي في حالتها الرضة ثم هنحطها في الفورن ونطلع نوزنها تاني الفرق بين الوزن الجاف والوزن الرطب هو وزن المية والمطبقي هو وزن الصويلدس فاذا وزن المية على وزن الصويلدس هو الووتر كنتنت بتاعها طيب المعلومة اللي بعد كده هي 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 النسبة بين تو الفوليوم دي ممكن تبقى اكبر من واحد لان مفيش علاقة من والفوليوم والفوليوم اللي هي اي بس معلش في الكتابة جت تحت شوية والفوليوم 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 ودي هنا اللي تتجاوز واحد لان دايما الفوليوم هو جزء من دي عمرها ما تتجاوز الواحد الصحيح دي البروستي مع زيارة ان في حاجة بس بعد كده عندنا هي واحد فانا عندي هو ده بنسبةه دي دايما تتروح من Ά يعني يعني كل الفويتس اللي في السامبل تم ملقها بالمية بالووتر طيب برضو عندنا شوية حاجات خدناها قبل كده ونفكر الناس بيها البلق دينستي واليونت ويت البلق دينستي هي الماس دفايدة باي فوليوم ماس توتال على فوليوم توتال لما حب يحولها اليونت ويت بطرف بس في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي الجيل طيب الستيوريط الدينستي ايه الفرق من الستيوريط الدينستي وسبمرج الدينستي صيب دينستي معناها ان انا بجيب دينستي أوف سويل وين فويتس all والفويتس ار فلد ويز ووتر السبمرجد هي الافكتف دينستي وين اتس سبمرجد بيفرق منهم طبعا الابليفت فورس بقاعدة ارشميدز الدراي الدينستي ده لو انا عندي التوتل الماتيريا بتاعت دراي سامبل فالدابل وووتر بزيرو فالتصبح الدراي بتاعت الدينستي فهذه الحالة بنطلق عليها دراي دينستي طبعا عندنا بروبرتي مهمة جدا هي الاسبيسيفيك جرافتي السبيسيفيك جرافتي هي عبارة عن الماس او كسافة كسافة الحجارة بتاعتي او السولد بتاعتي على كسافة المية مساعدة بنعتبرها هي وزن حجمي من المادة على كسافة على وزن حجم مماثل من المادة الديفنيشن الجنرال ان الدابل يساوي بتاعت الماتيريال هضروف بتاعها طيب اتمنى هتراجعها عندنا رول مهمة جدا جدا بنستعملها كتير قوي في شغل الطرق لو هي الريليشن بين الدراي ويت والويت ويت ان الجاما دراي عبارة عن الجاما ويت على واحد براس الووتر كونتينت وقعد لو الووتر كونتينت خمسة في المية بنعوض عنه هنا بوينت او فايد تيك كده دايما فدي مهمة بالنسبة لنا في شغل الطرق مهمة طبعا بس دي احنا نحاول نفكر الناس بالباسيك سويل ميكانيكس ثم بعد كده بيظهر عندنا خواص مهمة للطربة بتأثر اولهم الجراديشن او جرين سايز ديستوربيوشن لما حب اتجيب الجرين سايز ديستوربيوشن لو انا عندي كورس بارتكيلز وكل يبقى اغلب الماتيريال بستغل فيها في السيبز دي الماتيريال للارج بارتكيلز طب لما نشخش في الماتيريال فيريفاين بعد الماتيريال بتاعدي بسيج نمبر وانه هندرد او في الحاجة يبدأ اخش في ان انا بحتاج هيدروميتر ده هو اللي بقدر اجيب بي الديستوربيوشن لفيريفاين بارتكيلز ودي برضو اجين بيزيك سويل ميكانيكس طيب الجرينيشن بتاع السويل اللي بيهميني منه دايما بعد ما اعملو فارد ان الناس شطرة وبتعرف تعملو ان شاء الله اللي مش فاكر هيراجعها الجرينيشن بيطلع لي على الاكس اكسز السيب سايز وعلى الاكسز البرسنت الجي باسينج من اي مقاس بالنسبة لي يعني لو دخلنا هنا عند سيكستي برسنت دخلنا قطعنا المنحنيات بتاعتنا المنحنة رازل على سبيل المسال هنزل هنا عند سيف الراوند فايف مليميتر ده معناه ان ستين في المية من الماتيريال مرت من منخل مقاسه حوالي خمسة مليميتر طيب ايه الاشكال المختلفة اللي ممكن تطلع لي وده اللي بيهميني لما ارسم العلاقة اللي بينهم لما اجي ارسم اول حاجة حاجة اسمها عندي يونيفورم جراديشن هبصوا لخط هنا هتلاقي ان كل الماتيريال وقعه في مقاس واحد هي almost one size طيب الشيء بالتاني انها تبقى dense انها تبقى متوزعة لعندي كل المقاسات اللي هو ال blue line اللي موجود هنا بيبقى عندي ال size ال aggregate بتاعتي متوزع على مقاسات مختلفة طيب ثم عندي بقى كده gap graded اللي هو في حتة افقية في الكيرف الخط الاخضى ده بنسميه gap graded معناه ان انا كان عندي بعض المقاسات كتير مقاسات كتيرة ثم في مقاسين وفي منخل ما حجس اي ماتيريال فده بيديني gap graded material ال open gradation نسبالي هو بيبقى curve purple ده ال open graded ده الوحيد اللي انا مش مشاور عليه هنا open graded ده معناه ان انا هيبقى عندي size متوقع انا هيبقى عندي فراغات كتير او volume of air كبيرة في الاجر جديد لما يتعمل لها compact change طيب انا بعرف منين ان انا عندي open graded او dense graded انا عندي خط معروف عندي بنسميه point four five power curve ده هو الخط الصلد البلاك الصلد البلاك ده لو انا gradation بتاع الماتيريال بتاعت exactly touching معاه ده كان معناه ان انا لو ده مكتازي العينة جيدة انا هيبقى almost minimal air voids موجود فكل ما ببعد عنه شوية كل ما يبقى عندي بعض ال air voids انا كده اتلاقي خط البلو هو بنسميه maximum ده dense graded هو في بعض الفراغات بس مش كتيرة لان انا بحتاج بعض الفراغات في شغلي محتاجها عشان احط فيها شوية مية لو هعمل تب لما ببعد شوية ده بيبدأ يديني هنا الخط التاني اللي هو اللي هو في المقاس ده طيب يبقى دي كده الاشكال المختلفة وده كل color وده اسميهم موجودة معنا التشارت دي هي point four five gradation chart عشان كده تلاقي الارقام هنا موجودة بس شوية مش ماشية مش exponential دي point four five gradation chart المقاسات اللي موجودة فوق يعني لما الاقي هنا four four point seven five millimeter هتلاقي قدام ونمبر four فده عدد الفتحات اللي في الانش وهكذا هتلاقي المقاسات بتاعته nine point five millimeter ده هنا ده مش عدد الفتحات ده three over eight inch طيب لما نخل اللي هو number two hundred لو في متين فتحة في الانش ده هنا بيبقى عندي المقاس بتاعته point oh seven five millimeter. two point three six or four point seven five مليمتر دول مهمين لانهما دول احدهما هو اللي بيفصل بين الكورس والفاين طبقا البروشيدور اللي بنشتغل بيها في ديزاين بعد الطرق بتفصل بين الكورس والفاين اجريكي لها four point seven five مليمتر وبعد الطرق هتفصل بينهم على two point three six مليمتر ال point oh seven five مليمتر هو الفاصل ما بين الفاين ماتيريال والدست او الماتيريال اللي نعمة جدا ان شاء بيها في حاجة تانية طيب برضو عندنا مع كده مجموعة خواص بتهمينا بس هنوقف عنها ونشوفها في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله لها الاتر كورج